ايه اللي انت حببته ده؟ خير يا فندم ازاي تتخطرني وتروح تبلغ سالم بايه؟ باللي انت عملته في باسم انا ما كانش قصدي والله سيادتك قلتلي ان ديه قوامل سالم بايه ولما سألني وانا عنده في الفيلا ايه الاخبار افتكرته بسألني على موضوع باسم فطمنته ادي الحكاية طمنته؟ ولا حبيت تاخد بنته على حسابي عنده؟ يا فندم هو حضرتك على طول ظريمني كده طب والله قلتها لو بحسنية حسنية؟ باشي عموما دي اخر مرة تتصرف فيها من دماغك خد ايه ده يا فندم؟ دي مكافأ عمله لك سالم بايه بعد الدور اللي انا شرحته اللي انت قمت بايه في عملية باسم ربنا يخليك لينها يا باشا بس ده كتير يا فندم ولو فتحت مخك معايا هتشوف اكتر من كده بكتير ربنا ما يحرمني من حنيتك يا باشا بتأذينك بس يا فندم فاضح قالوه ايوا هانا؟ تليفونه مقفول مصطبح ومش عارفه وصلا جايز نايم ساكتك؟ انا روحت الفيلا بنفسي وملاديت عليك ومحدش شرب ممكن نوم متقيل ولا زود في الشرب انا باسأل شرب ايه؟ وصعاتك متعرفيش؟ ما تنتق يا سيد في ايه؟ اصلي من يومين يا فندم شفت راجل لابش كده جاي بلي باسم بياه حشيش انا في الاول ساعاتك ما كنتش عرف انه حشيش لقيت الراجل بيطلع حاجة ما نجيبه زي الشوكولاتة استغربت اكتر لما لقيت بيولع فيها بالولاعة بتاعته بعدين راح فاتح السجارة وحط جواه الشوكولاتة بتجايز باسم بيه بيحب يشرب سجارة بالشوكولاتة ابن ناس بقى حاكم زمان كان في سجارة بالنعناع اسمها بورسعيد السبهاش بقى بجيب معه على سيادتك خلاص يا سيد كفاية انا لازم احكي كل حاجة سيادتك دي امانة الراجل اللامش ده بقى لقيته بيدي سجارة لباسم بيه بيقول له مساء الخير رغم ان احنا كنا الصبح كلام مش مسلم بعده خالص ولاقيت باسم بيه خد نفس وراح مطلع ضخان من صدره انا شخصان معرفش جابه منين ضغط سألت عرفت ان حشيش يا فندا خلاص يا سيد روح انت تحبت يعرفي شربه كم سجارة بالزبط ولا سيد خلاص عن اذنك يا فندا سيد لو كلمك او شفته بلغني على طول تاجر باسم بيه حاضر عن اذنك يا فندا ترجمة نانسي قد تی lotus ترجمة نانسي قد مند خداين ترجمة نانسي قد من مر وغ satisfying ترجمة نانسي قد منبج ترجمة نانسي قد من ، انت فين مساء الخير مساء نور مهر يا ظالم ما باحث خير خير خليك بسانت هنم صاحبة الفيلا ايو انا كويس كويس انا كنت حابة اجيبك من شوية تبعت تجيبني اه عشان نفتش الفيلا اه امر اتفتش الفيلا ايو ا ممكن اعرف ليه ممكن جدا هنفتش بس وحال حدك كل حاجة ايو انا بسقلك انتوا بتفتش الفيلا ليه حداك مستعجلة ليه قلتلك هنفتش ونقول حدك كل حاجة سواني مفيش حاجة ساعدتك مفيش حاجة يا فندم وقيل مفيش حاجة واسياتك انتم تخيل هتلاقي ايه وانتي... كنت جاءت دواري على باسم بي مش كده ايو حضرتك عرفتي منين أسلوا عن درا في الاسم مساء الخير أكلت وانا شفت حد مساء من خلط المكان ده معقولة ما حدش جاب لك هاتل حد دلوقتي بتشرب حاجة انا هزارفه في ايه بالزبط لا السؤال ده انت لتجاوب عنه بنفسك وانت لتجاوب دلوقتي لنه وفي يوم وفي ساعة وبسؤال المتهم باسم غانم الجرحي عن كيفية محاولة صفره وباسبور مزور أجاب اكيد انه قد شعرف من الباسبور ده مزور لو عرف نهو مزور اكيد ما قد سفرت به كل الحكاية انه كان عندي شغل ضروري وليزم اسافر وعن كيفية حصوله على الباسبور أجاب انا كان بقلي كتير ما نزلتش مصر فباسبوري كان انتهى فكلمت عمي سالم انه يعملي الباسبور جديد فبعتلي الباسبور ده وبسؤاله هل تتهم سالم الجرحي بشكل مباشر في تزوير الباسبور الذي تم ضبطه معك بالمطار أجاب ما عنديش إجابة عن السؤال ده وات ممكن تسأله وبسؤاله ولماذا يلجأ سالم الجرحي في إحضار باسبور مزور بدلا من إحضار آخر سليم في علاقته ومكاناته المتميزة في المجتمع أجاب مرده هو ممكن يجاوب وبالمره أسأله كان ليه عايز يقتني ولما فاشل بعادتلي الباسبور المزور ده طب وسلم بها يحاول اقتلك ليه هو ميشلت من أخوه طب فيه أي عدوة بينكم من ناحية أنا ما عنديش أي مشاعر عدائيات جاهه الله هو علم وبيع معي كده دي أنا مش فاهمة حاجة طب ليه أول ما مسكوك في المطار ما كلمتنيش على طول أموانا الحقيقة تعمل حاجة أبضوا عليهم خلص جراءت السفر خدوين مبالات وكل حاجة أجابوني على هنا أموانا أنا هشوف لك محاميك ولي أوه لا أستني على دول محامي ده شوية إزاي يعني يسيبك كده بعدين أفهمك كل حاجة أفهمك إش معنى أنت بذات من فاش تقومي لمحامي يعني إيه عندك أمر بالأبضى علي ممكن نعرف السبب ساعدتك متهم بتهمتين محاولة قتل باسم غانم الجرحي ويمداده الباسفور مزور لسفر خارج مصر إيه كلام الفارج ده سالم بيمون فضلك تعال معنا بهدوء ولما نوصل إسمع نفتح محضر قول فيه كل اللي انت عايزه اسمح لي أكلم المحامي بتاعي تفضل أبو لزيد عايزك تجي لي فور مفيش وقت أشرح لك دلوقتي حاول تاخد طيارات بالليل وتيجي على طول مع سلامة يا فندم أكيد في حاجة غلط باسم زي باسانت عن سالم بيه أكتر كمان كريهام خلاص خلصنا دي بلغات كايدية وأنا متأكد موضوع حنتي بسرعة سالم بيه تفضل معنا لو سمحت اسمح لي لحظة السكري قافل تليفونه خليك وراء لغات لما يفتحه وش رحيله موقف سالم بيه من فضلك تفضل معنا ما تدعيش وقت أكتر من كده تفضل خير يا هانم انت كنت عارف ان باسم اتقبض عليه لما سألتك ايه باسم بيه قبض عليه ليه انا اللي بسألك ويقبض عليه ليه بس يا هانم انا مبرح بعد ما حضرتك قلقتين عليه قلبت عليه الغردقة معدرتش فيه بس الصراحة يعني ما جايش في باليه ظهر عليه في الاسم انت اخر مرة شفته كان امتى مبرح بالليل وما علكش انه مسافر لا خالص فا مسافر انا ساعة ما شفته مبرح وشه ما كانش عجبني كده عمال يضرب ألوان أصفر وأحمر وأخدر حتى انا استغردته لأسترف مني فلوس ده حتى اخد ساعتي وعليها امتين دولار جريبة قوي وهو لما يحتاج فلوس القول يطلب مني أنا انا عارف بقى تلاقيه كاسف يا فندم حاكم برضو يعني الحاجات دي الراجل بيبع عنده حية فيها بتليه قالك استرف من راجل احسن ما زيلي نفس الوحدة ستة معروفة الحقيقي يا باس انت شافت المصيبة اللي احنا فيها انت عرفتي اه عرفت ازاي يعني ما هو ابضوا عليه قدامي ابضوا عليه قدامك ازاي يعني جم هنا الفلا وابضوا عليه ايه وهو بس نجي هنا الفلا امتى بس منتي كمان انا بأكلمك على باباك بابا لا اله الا الله دي فره مسكت في الفلا يا ناس يا سلم بيه مش معقول كده حضرتك اللي تعب نفسك قلتلك مش هتكلم إلا في وجود المحامي بتاعي بابا احنا برضو مش هربدر تحت أمره احنا بقى انا اكتر من ساعتين بندور في نفس الدايرة وبدون اي نتيجة حضرتك استخدمت حقك القانوني وجبتني لغاية هنا انا كمان هستخدم حقي قانوني مش هتكلم إلا في وجود المحامي بتاعي خلاص انا بقى هبتدي المحضر وبقى متنع انت عن الإجابة وبرضو هسجل ده في المحضر هذا وبسؤال السيد سالم الجرحي عن ما وجهه له المتهم باسم غانم الجرحي ابن شقيقه من اتهامات بمحاولة قتله وتقديم باسبور مزور له بغرض السفر أجاب ادخل ماحد عاوز مش هتكبشة وكارت بتاعه المحايو بتاعك وصل يا بل يا زيد بركات المحامي لسئناف العالي ومجلس الدولة حضر بالوكالة عن موكيلي سالم بي الجرحي خير يا سالم بيه شوف يا سيد اللي بيحصلي على اخر الزمن من فضلكم سالم بيه هوجل لحياتك سؤالي مرة تانية باسم غانم الجرحي بيوجل لحياتك اتهامات اولا بمحاولة قتله ثانيا بتسليمه باسبور مزور لمحاولة السفر برا بلاغات كايدية سيادتك واضحة وضوح الشمس ثم ايه مصلحة موكيلي في قتل ابن اخوه اللي هو في مقام ابنه انا اللي بسه للسؤال ده استاذ ابو اليزيد بركات ومجلس الدولة طبعا سيادتك سيد اللي عارفين ان اي جريمة كبيرة زي القتل بتحتاج لدوافع كبيرة مثلا اختلاف على مصالح في الشغل او اختلاف على مبالغ مالية كبيرة ضخمة يعني تتطفق ومكانت موكيلي في المجتمع او اختلاف عائلة على مراس كبير واحنا ولله الحمد مفيش اي دافع من دول ينطبق على حالتنا الا بقى اذا كان عند السيادتك دليل او اكتر مش مجرد السماع لاخوال مرسلة من متهم عند السيادتك في الحجز اما بالنسبة لموضوع الباسبور فمش معقول يعني موكيلي يعمل باسبور مزور وفي امكانه يعمل باسبور سليم وبدون اجراءاته بسرعة نتيجة المعارف الكتير كما تعلم سيادتك وهو المتهم اللي قد طوله عمره في كندا اعرف طريق الناس اللي بتزور باسبورات منين يا متر وهو سيادتك تعلم كما اعلم ان الانفلات الامن اللي حصل في البلد خل اولاد الحرام اكتر من ولادي الحلال في البلد وما تنساش ان اقتحام السجون هرب اكتر من خمسة وعشرين الف سجين بين متهم بجرائم جنائية ومسجل خطر والله يكون فا